أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأفسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نهدي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الضائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدود امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدودها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تولنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأذينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لطوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يردد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يخصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأدون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأدون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم من السماء والأرض 119. بل هم في شك منها بل هم منها عمون 110. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 111. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 112. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 113. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون 114. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 115. قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون 116. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 117. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 118. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 118. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 119. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 110. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 111. فتوكل على الله إنك على الحق المبين 112. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الشم الدواء إذا ولوا مدبرين 113. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 114. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أما الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 115. ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون 115. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما 116. أم ماذا كنتم تعملون 117. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 118. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا 119. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 110. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 111. وكل أتوه داخرين 112. وترى الجبال تحسبها جامدة 113. وترى الجبال تحسبها جامدة 114. وهي تمر مر السحاب صنع الله 115. صنع الله الذي أتقن كل شيء 116. إنه خبير بما تفعلون 117. من جاء بالحسنة فله خير منها 118. فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون 118. ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار 119. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 119. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 110. وأمرت أن أكون من المسلمين 111. وأن أتلو القرآن 112. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 111. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 112. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها 113. وما ربك بغافل عما تعملون 114. شكرا 116. شكرا 117. شكرا 117. شكرا 118. شكرا 118. شكرا 119. شكرا 119. شكرا 119. شكرا 119. شكرا 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 شكرا